السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعه اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار قدمتم خير مقدم ووقيتم المأثم والمغرم وبؤتم بحسن المنقلب مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره صلوا عليه صلى الله عليه وسلم اللي لدي بإذن الله تعالى حنعيش مع قصة سميتها قصة إني أحبها إني أحبها هذه القصة يا أحباب أخرجها الإمامان الكبيران البخاري ومسلم عليهما رحمات الله وبركاته أخرجاها في صحيحيهما فالقصة متفق عليها من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية فكان كلما صلى بالناس ختم قراءته بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوه لما يصنع هذا فعادوا إلى الرجل فسألوه لما تصنع هذا قال الرجل أحبها لأن فيها صفة الرحمن فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه أخبروه أن الله يحبه اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك اللهم إنك أصلحت الصالحين فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين واجعل لنا في قلوب الصالحين ودة اللهم إننا نسألك حياة الصالحين وأحوال الصالحين وثبات الصالحين وفتح الصالحين ومداد الصالحين وسيرة الصالحين وخاتمة الصالحين اللهم أمين يا رب العالمين ما أحلاها من قصة لرجل بسيط واصل موصول بالله عز وجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية والسرية أي قطعة من الجيش ويقال السرية عددها لا يزيد عن مئة أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهمة رسمية وكان هذا الرجل أميرهم قيل هذا الرجل هو سيدنا سعد بن وعاذ وقيل رجل مغمور من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني ليس مشهورا واسمه كلثوم وقيل غير ذلك والراجح والله أعلم أنه هو كلثوم لا يعرف عنه إلا هذا ارتضاه رسول الله أن يكون قائدا لهؤلاء الرجال في هذه المسؤولية وأمير القوم يصلي بهم فكان كلما حانت الصلاة دخل فصلى بهم إماما وهذا حقه فمن حق الأمير أن يتقدم على الناس ومن حق الخليفة أن يتقدم على الناس فيصلي بهم حتى وإن كان وراءه من هو أفضل منه قراءة وهذا لمنزلة الإمام أو الخليفة أو الأمير وأيضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه وفي رواية لا يأمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه المعنى يعني لو واحد نزل ضيف على أي حد من أحبابهم صاحب الدار هو أولى بأن يصلي إماما إلا أن يأذن لصاحبه أو لضيفه يبقى هو الذي يأذن لكن لا يتقدم أحد عليه إلا بإذنه هو فهذا الرجل الصحابي أمير على هذه السرية حقه أن يصلي بهم والرجل له حال مع القرآن وله محبة قوية جدا لكلام الله تعالى يظهر هذا في هذا المشهد تظهر هذه المحبة في هذا المشهد كلما دخل فصل بالناس قرأ الفاتحة ثم قرأ ما تأسر من القرآن ثم ختم القراءة بقول هو الله أحد قيل كان يختم القراءة في كل ركعة بقول هو الله أحد وقال بعض الشراح كان يختم القراءة أي في الصلاة يعني في الركعة الثانية من الصلاة يختم القراءة بقول هو الله أحد يبقى في كل صلاة لازم يقرأ كل هو الله أحد يبقى بعض العلماء بيقولوا المعنى إنه في كل ركعة بيختم قراءته بقول هو الله أحد وبعض العلماء قالوا لا ده في كل صلاة بيختم قراءته بقول هو الله أحد وهذا أمر لم يعتاده الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شيء غريب عليهم لكنهم لم يلوموه ولم يجهلوه ولم يعترضوه حتى يرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأيضا من حسن تربية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فمن أدبهم العالي أنهم لارتضاء رسول الله لهذا الرجل أن يكون قائدا فهم يعلمون أن النبي ارتضاه أيضا أن يكون إماما بموجب ذلك فلما فعل هذا في الصلاة لم يلوموه بل ولم يعترضوه رضي الله تعالى عنهم حتى انتهت المهمة كلها ثم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا عليه ما حدث إما أن ينكر عليه الصلاة والسلام وإما أن يقر ذلك فأرادوا أن يستفيدوا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن رؤيته لهذه المسألة ألول فلاني الفلاني يا سيدنا اللي حضرتك يعني جعلته قائد علينا في هذه السرية كان كل لما يصل بينا يختم صلاة بيقوله الله أحد يختم قراءته بيقوله الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوه لما يصنع هذا وفي هذا السؤال يا أحباب عبقرية القائد عبقرية المربي عليه الصلاة والسلام عاد من وراء سؤالهم بسؤال آخر على صاحب المشهد سلوه لما يصنع هذا وهذا السؤال أراد بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من الرجل أولا أنه يصنع هذا وإنه مش مجرد أن أي حد بيقول عليه أي كلام ويرجع هو بعد كده يقول ما حصلش لا الأول لما يصنع هذا وبالتالي إذا كان يصنع هذا فسيقول أصنعه لكذا يبقى سيقر بالصنيع ثم سيبين السبب أيضا يبقى استفادة من وجهين إقراره بهذا الفعل لأنه يصنعه اتنين العل بقى لماذا يفعل هذا كل صلى تختم القراءة بقوله الله أحد بل وأحيانا في كل ركعة في كل ركعة تختم القراءة بقوله الله أحد لما تصنع هذا فرجع الصحابة يحملون سؤال النبي إليه وقالوا له سيدنا نبي يقول لك لما كنت تصنع هذا قال الرجل أحبها لأن فيها صفة الرحمن ويا جمال كلمة أحبها يعني الجملة كده صدرها أحبها صدر الجملة أحبها بتعمل كده ليه أحبها لأن فيها صفة الرحمن فرجعوا يقولوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سألناه يا سيدنا كنت بتقرأ كل ركعة قوله الله أحد ليه وفي كل صلى تختم القراءة بقوله الله أحد ليه قال أحبها لأن فيها صفة الرحمن قال النبي أخبروه أن الله يحبه الله اللهم ارزقنا حبك يا رب وحب من أحبك ويسر لنا حبك وأحينا على ما تحب وردنا بما تحب ويسر لنا ما تحب اللهم أمين يا رب العالمين أخبروه أن الله يحبه ما أجملها من بشرة من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيدنا النبي لا ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى أخبروه أن الله يحبه يا ترى لو إحنا كلما كان هذا الصحابي إحساسك كان حيب إيه لما إخوانك حينقلوا اللي أنت بتعمله للمربي أو القائد الأسوة القدوة ده رقم واحد اتنين إحساسك إيه لما يجي لك سؤال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هل كنا حنخاف نرد يعني لو أنت ما كان الصحابي ده كنت حتخاف ترد على هذا السؤال لما تصنع هذا هل كنت حتقول مش عارف الصحابي ما قالش مش عارف ده هو عارف وبيعمل كده ليه قال وحبها لأن فيها صفة الرحمن يعني أفعل هذا من باب الحب والحب بعلم مش حب كده عشوائي وإنما حب أساسه العلم فهو تعلم عن الله وتعرف على الله بأسمائه وصفاته وتأمل في هذه السورة وملأت أعماق القلب وقلبه تعلق بها أحبها بقيت أحبها جدا فيها صفة الرحمن يعني تختلف عن غيرها من السور أنها مع بساطتها آيات بسيطة جدا سطر واحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مع بساطة الآيات واختصار الآيات كلمات بسيطة جدا لكنها معناها ضخم جدا فيها صفة الرحمن قال النبي أخبروه أن الله يحبه وفي هذه القصة يا أحباب فائدة عظيمة جدا أن الله تعالى قد يرفع العبد منا بعمل بسيط جدا جدا يستهيله كثير من الناس لكنه لما قدمه لله تعالى خالصا صادقا تقبله الله تعالى منه بقبول حسن ورفع مقامه ومنه هذا الفعل البسيط رجل يتعلم سورة الإخلاص حب سورة الإخلاص تأمل وتدبر في سورة الإخلاص تعلق قلبه بسورة الإخلاص وبالتوحيد الذي هو في سورة الإخلاص وأحب ربه أكثر وأكثر وأحب هذه السورة وأخذ يتناولها في صباحه ومسائه وحله وترحاله وفي كل صلاته حتى أنه لا يستحي أن يقرأها في كل صلاة وأن يختم بها في كل ركعة يختم بها القراءة يحبها أراد أن يبين لله أولا ثم للكل أنه يحب هذه السورة عمل بسيط جدا ولكن على علم فمن أصول السير إلى الله عز وجل عند علماء التذكية بيقوله وإيه بيقوله العلم والحب يعني أننا نتعلم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام نتعلم الوحي ونسلك بحب إيبه أنا بطبق العلم ده بحب بادعو إلى الله بهذا العلم بحب بأدعو إلى التمسك بهذا العلم بحب أستمسك بخصال هذا العلم ودقائقه بحب أقرأ القرآن بحب أقوم الليل بحب لله مش تقضيت واجب أذهب إلى الفرائض بحب وسع صدري للناس بحب أصبر على الأذى بحب أحسن إلى الجميع حتى إلى من أساء إلي بحب وهكذا أؤدي الحقوق بحب أؤدي الواجبات بحب أخبروه أن الله يحب سورة قل هو الله أحد ليست سورة عادية وإنما هي سورة الإخلاص وقيل سورة الخلاص وقيل سورة المعرفة وقيل سورة أسماء الله وقيل سورة الكمال هم يبقى ليهم مع سورة الإخلاص حال خاص ومنه هذا الحال الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا سؤال واضح وصريح يعني هل يجوز لواحد منا أنه في كل صلاة يقرأ بسورة الإخلاص الجواب نعم سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا الجواب نعم طب هل يجوز أن يفعل مثل صنيع هذا الصحبي فيقرأ الفاتحة ثم ما تأسر من القرآن ثم يختم القراءة أي أن كان يقرأ من هذه سورة يختم قراءته بيقوله الله أحد الجواب نعم طب هل يجوز أن يفعل هذا بسورة أخرى بخلاف قل هو الله أحد الجواب لا قل لي ليه طب مرضو ممكن يعمل الكلام ده بسورة تانية غير سورة الإخلاص لأنه يحبها أيضا يحب هذه السورة أيضا الجواب ليس لي ولا لك أن نفعل هذا لأن هذا الرجل بخلافنا تماما إزاي يعني هو صحابه إحنا مش من الصحابة أيوة وإيه كمان وهذا الرجل عرض صنيعه على رسول الله وارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي ارتضاء لهذا الفعل وإقرار بهذا الفعل يعد ذلك إباحة لهذا الحكم إباحة لهذا الفعل لكن ليس لأحد أن يقيس على هذا الفعل بغيره العلماء وعلماء أهل السنة قالوا بقى في التوسع لهذه المسألة قالوا لو واحد عمل مثل هذا الفعل تماما يقبل منه لو خالف هذا الفعل في أي شيء فهذا يعد في دائرة البدعة طيب سدنا النبي كم متعلق بسورة الإخلاص ورب الصحابة على حب بسورة الإخلاص تعالوا نبين هذا يا أحباب صلوا على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خذ عندك يا حبيب الألب رقم واحد سدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في كل صباح وفي كل مساء يقرأ سورة الإخلاص ولو حضرتك رجعت أذكار الصباح والمساء حتلاقي من أذكار الصباح ومن أذكار المساء قراءة قل هو الله أحد ومش لوحدها والمعوذتين أيضا وبيسموا سورة قل هو الله أحد مع قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس المعوذات التلات سور دول اسمهم على بعض كده المعوذات والمعوذتين يقصد بالمعوذتين الفلق والناس ضيف لهم بقى قل هو الله أحد يبقى كده المعوذات المعوذات دي سيدنا رسول الله كان يقرأها في الصباح ويقرأه في المساء يبقى سيدنا النبي كان يقرأ قل هو الله أحد في الصباح وفي المساء درقم واحد وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عقبة بن عامر قال يا عقبة ألا أعلمك سورة أفضل ما نزل في القرآن وفي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان قال بلى قال رسول الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا تتركها في صباحك ومسائك وفي رواية فيها زيادة ثلاث سور قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس لا تتركهن في صباحك ومسائك فكان كمان بيعلم الصحابة ما يسبوش قراءة سورة قل هو الله أحد والمعوذتين في الصباح والمساء كمان سدن رسول الله ثبت عنه أنه كان يقرأ قل هو الله أحد إذا آوى إلى فراشه يعني حين يريد أن ينام من أذكار النوم قراءة قل هو الله أحد وهذه من السنن المهجورة التي غفل عنها كثير من الناس خذ عندك كمان سدن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقول هو الله أحد في ركعتين الفجر الركعة الأولى يقرأ بقول يا أيها الكافرون الفاتحة وقول يا أيها الكافرون والركعة الثانية يقرأ بالفاتحة وقول هو الله أحد في ركعتين الفجر يعني في نافلة الفجر الركعتين اللي أبل فريضة الفجر لما ركعتين السنة لقبل الفجر كان سيدنا رسول الله يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في نافلة المغرب للسنة البعدية بعد صلاة المغرب الركعتين اللي بعد صلاة المغرب كان سيدنا رسول الله يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد إذن حين يصبح يقرأ قل هو الله أحد من ضمن الأذكار حين يمسي يقرأ قل هو الله أحد من ضمن الأذكار أذكار المساء حين يصلي نافلة الفجر كان بيصلي في ركعة من الركعتين بالفتحة وقل هو الله أحد في نافلة المغرب كان يصلي في الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد وقلنا كان إذا آوى إلى فراشه قرأ قل هو الله أحد كده احنا عدينا مع بعض كم مرة سيدنا رسول الله يقرأ قل هو الله أحد خمسة الحد دلوقتي خد عندك كمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقي بالمعوذات ومنها قل هو الله أحد وفي الحديث أنه كان إذا اشتكى نفث فيه كفيه فقرأ قل هو الله أحد كاملة وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس التلات سور دول يقرأها كاملة في كفه ثم ينفث في كفه نفثا خفيفا كده ينفخ نفخ خفيف ثم يمسح وجهه وجبينه ورأسه وصدره وكل اللي ييد سيدنا النبي الطوله من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام كان يفعل رسول الله هذا إذا اشتكى يعني إذا حس بأي تعب وإذا آوى إلى فراشه أيضا كان يفعل هذا فمن السنة أنه لما نيجي عند الفراش للمنام نعمل كده في كف إدينا نقرأ الفاتحة والمعوذات الثلاثة قل هو الله أحد قل أعوذ رب الناس قل أعوذ رب الفلق ونمسح على كل جسمنا هذا من السنة والسيد عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول في مرض رسول الله الذي مات فيه كان رسول الله قبلها يرقي نفسه بالمعوذات فلما كان المرض الذي مات فيه قرأت المعوذات ثم مسحت بيديه الشريفتين رجاء بركتهما قالت يعني أنا قرأت بس بدا ممسح بإدي أنا على جسم سيدنا رسول الله لا مسحت بإيد سيدنا رسول الله على جسمه رجاء بركت إيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وده الإنية كانت بتشوف سيدنا النبي بيعمل كده في أوان تعبه طول عمره عليه الصلاة والسلام قبل المرض الأخير الذي مات فيه أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قراءة سورة الإخلاص في الحج والعمر فكلما حج أو اعتمر وطاف بالبيت بعد طاف بالبيت يصلي ركعتين في حجر الكعبة على أن يكون المقام بينه وبين الكعبة بينه وبين البيت فتأخر خلف المقام ثم يصلي صلي ركعتين في الركع الأولى بيقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون والركع الثانية يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد وهذا مسنون عنه عليه الصلاة والسلام كما تعلمون أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قل هو الله أحد في الوتر والوتر هذا مش صلاة خاصة برمضان وبس في التراويح أو التهجد لا ده الوتر ده طول العمر كل ليلة في كل ليلة فيه صلاة ويتر المفترض يعني أن احنا بنحفظ على صلاة ويتر في كل ليلة والمفترض أن حضرتك يبقى ليك كده حظ من قيام الليل في كل ليلة وتختم قيام ليلك بالوتر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي بإيه في الشفع والوتر يصلي بسبح اسم ربك الأعلى وقل لي أيها الكافرون وقل هو الله أحد إذن أيضا كان يوتر بيقول هو الله أحد يبقى كان للنبي حال خاص ومحبة خاصة ورب على ذلك الصحابة فيطلع لنا بقى واحد صحابي كهذا الصحابي كلثوم رضي الله عنه وأرضاه مغرم بسورة قل هو الله أحد رضي الله عن هذا الصحابي الذي بشره رسول الله أن الله يحبه سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوما فقال أحشدوا يعني نادوا على بعض جمعوا الناس أحشدوا ثم دخل رسول الله بيته فأخذ الناس يحشدون ويحشدون ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لناس أحشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فأخذ الناس يحشدون ورسول الله دخل بيته ثم بعد مدة خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم دخل بيته فظن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن قرأ قل هو الله أحد قد جاءه الوحي يعني نزل جبريل من السماء وناداه ولذلك تركهم رسول الله ودخل البيت ليتلقى الوحي من جبريل فالصحابة عاديم مستنين سيد النبي يخرج ويكمل بقى قرأة تلت القرآن يعني عشر أجزاء فخرج عليهم بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد قرأت عليكم ثلث القرآن فإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن أي في الأجل والثواب فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من فضائل سورة قل هو الله أحد أنها في الأجر تعدل ثلث القرآن وهذا يا أحباب يدل على يسر الشريعة وعلى كرم الله عز وجل في منحه فمن منح الله تعالى للأمة كلها للعالم الجاهل للخاص والعام للكبير والصغير لللي يعرف اللي ما يعرفش من منح الله تعالى لنا كلنا للأمة كلها إن لو أي حد فينا قرأ قل هو الله أحد مرة وحده يكتب له من الأجر كأنه قرأ ثلث القرآن وفي حديث من الأحاديث عند الإمام مسلم أن رجلا من الصحابة سمع رجلا آخر يقرأ طوال الليل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد فجاء جاره في اليوم التالي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي له هذا يقول له ده نجاري انبارح يا سيدنا طول الليل بيقرأ قل هو الله أحد بس قل هو الله أحد وكأن الرجل يتقالها يعني بيحكي لسيدنا النبي كده وكأنه هو مستأل يعني بصنيع صاحبه إنه بيقرأ طول الليل قل هو الله أحد بس فكانت المفاجأة بأن سيدنا النبي أبهره وقال له والذي نفسي بيده الرواية دي أقسم فيها رسول الله وقال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن سورة قل هو الله أحد سيدنا النبي أقسم أنها تعدل ثلث القرآن طب ليه سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن يا أحباب العلماء يقولون ببساطة جديدة واختصار شديد الدين بتاعنا مكوّن من شرائع وأحكام قصص وأخبار للأنبياء والمرسلين وللأمم السابقة وتوحيد لله ومعرفة لله بأسمائه وصفاته كده ثلاث أجزاء أحكام وشرائع أخبار وقصص أنبياء ومرسلين وأمم سابقة توحيد ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وصورة قل هو الله أحد تعتني بهذا الباب الثالث التوحيد ومعرفة الله بأسمائه وصفاته قل هو الله أحد أي أحد متفرد متفرد في صفاته متفرد في أسمائه ليس كمثله شيء الله الصمد أي الذي يصمد إليه كل الخلائق فتظهر حاجتهم إلى الله عز وجل فهو عظيم في سؤدده وسلطانه وهذا معنى الصمد أن يصمد إليه في الحوائج أي حد بيجي يتزلل لربنا أي مخلوق من المخلوقات لي طلب عند الله عز وجل فهو الذي يصمد إليه الخلائق والكل يرفع حوائجه إلى الله عز وجل فهو الأحد وهو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفي هذه الآيات يا أحباب رد على ثلاث فئات رد على المشركين رد على اليهود رد على النصارى أما الرد على المشركين فالمشركين قالوا الملائكة بنات الله جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وقالوا عن الملائكة أنهم بنات الله فهذه الآيات ترد على المشركين وأيضا اليهود قالوا عزير ابن الله وهذه الآيات ترد على اليهود أن الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأيضا هذه الآيات ترد على النصارى في قولهم أن المسيح هو الله أو ابن الله والله يقول قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أيضا من مناقب وفضائل سورة قل هو الله أحد ونركزت على فضائل ومناقب سورة قل هو الله أحد بعد هذه القصة من باب نحن كمان أولوبنا تتعلق بالقرآن عموما وبيقول هو الله أحد خصوصا لفضل هذه السورة من مناقب هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله تعالى له قصرا في الجنة والحديث في صحيح الجامع يعني حديث صحيح تقرأها عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة قال الصحابة إذن سنكثر يا رسول الله مش العشر مرات بقصر في الجنة طب إحنا حنقول بقى عشرات كثيرة إذن سنكثر يا رسول الله قال رسول الله والله أكثر وأطيب يعني أنت ستكسر والله سيكثر لك الأجر وسيزيدنا من الثواب وقت الحال أفد بنى بسرعة أكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية واسأ الله تعالى لي ولكم الهداية الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطبع منه الخبر أحبكم في الله أستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته